انطلقت فعاليات الدورة الرابعة لبينالي لاغوس بالصحة التاريخية تفاوى باليوة بشركة مع شركة الخطوط الملكية المغربية كناقل الجوي الرسمي للدورات الثلاث المقبلة لهذا الحدث الثقافي والفني بامتياز وتتواصل فعاليات بينالي لاغوس الذي تأسس عام 17-2000 باعتباره منصة للفن المعاصر والتصميم والهندسات المعمرية أمام الجمهور إلى غاية 10 فبراير الجاري وذلك الاكتشاف التراث الثقافي الغني لاغوس خاصة ونيجيريا بشكل عام وفي هذا الصدد تهدف شركة الخطوط الملكية المغربية إلى مواكبة ودعم الإشعاع الإقليمي والدولي للمشهد الثقافي والفني في نيجيريا ودعم المواهب الإبداعية والمبتكرة المتنوعة بهذا البلد ذي التنوع الثقافي واللسني والعرقي الكبير كما تهدف هذه الشركة إلى مواكبة مشروع ذي نطاق واسع يحتفي بالفن والثقافات الإفريقية